السلام عليكم والله يمسيكم بالخير الآن احنا في أفضل أيام الدنيا وهي عشر من ذي الحجة اسمعوا ماذا يقول الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن فضل عشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبوا إلى الله أحبوا إلى الله من هذه الأيام فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد فاذكروا الله سبحانه وتعالى من الأعمال العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يستغلها في عشر ذي الحجة الصيام اسمعوا ماذا قالت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تس من ذي الحجة عشر من ذي الحجة فيها يوم عظيم وهو يوم عرفة من صامه كفر الله له السنة التي قبله والتي بعده كما أخبرنا الرسول أيضا يا أحباب من العبادات العظيمة الحج والرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة وأيضا في الحديث الثاني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفض ولم يفسق راجع من ذنوبه كيومي ولدته أمه صيحة محب اللي عنده استطاعة إنه حج يبادر بالحج ويسابق بالحج فالأجر عظيم والعبادة عظيمة دام الله مدفي عمرك وتستطيع تحج لش ما تحج السنة الجاية ممكن تكون من قوافل الأموات فبادر بالحج ما أجمل هذا المنظر هذه الدنيا الزائلة فكيف بالجنة الباقية الله يجمعنا إياكم بالجنة